برضو كمان باستخدام الاكس باث احنا شفنا انه الصيغة تعيته هي فورورد سلاش فورورد سلاش التاج نيم بعدين منفتح المربع ومنسكر ومنحط الات الاتريبيوت ايكوال الفاليو ولكن في شغل يحب احكيلكوا اياها بهذا الفيديو انه احنا منقدر نستغني عن التاج نيم ومنقدر نحط بداله ستار زي هيك وهي الستار معناها انه اي تاج نيم فهي معناها اي تاج نيم لها الاتريبيوت هاد اللي احنا بنحطه هون والثالت عمر اللي بيساوي هون فبدالما انه نحط الاغنام والثالاتريبيوت والثالت عمر احنا بنقدر نحطStare فشو قصدي بهذا الموضوع احنا شفنا بالفيديو الماضي احنا شفنا اللي هي هاي اللي هون الانوارد لست ولكلاس الكانتري لست فخليناني احيائي الاخر تنتين بس بدي هاي الكانتري لست ولما اجي اكبز انتر غير نشوف انه رجع لنا هاي الان اوردرد لست اللي هي اللي هون ولكن انا بقدر اختصر الان اوردر او التاج نعم اللي هي هاي اليوقل بحيث اني احط بدالها كلمة ستار فهاي الستار معناها بالحرف الواحد بهاي ال line of code انه لقي لي اي تاج نعم او اي element اللي في الها كلاس يساوي الكانتري لست مرة تانية فهاي الستار اذا حطيناها بالex path معناها اي element الها اكلاس يساوي الكانتري لست فهاي الستار معناها اي تاج نعم